شفنا في مقالي ومقاله كيف أن الكواليتي آخر المراهم لكن هنشوف دلوقتي كلام مهم في الغربال المتنبي وخطة العشرة المتنبي طبعاً كلك وحضراتكو عارفينه الشعر العرب الكبير أبو الطيب المتنبي لكن إيه علاقته بالعشرة زملنا العزيز وصديقك الكبير الأستاذ حامد عز الدين في مقالاته المهمة النهاردة في مجلة الأهلي نظر لهذه المباراة وهذا الحلم من هذه الزاوية المتنبي طالب الأهلي بتحقيق العشرة وده تأكيد على قيمة رفع الحالة المعنوية وترسيخ روح التحدي ويستعير الأستاذ حامد عز الدين في مستهل مقالاته بالبيت الشهير لابو الطيب المتنبي على قدر أهل العزم تأتي العزائم وتأتي على قدر الكرام المكرم وتعزم في عين الصغير صغارها وتزغر في عين العظيم العظائم فبالتالي قيمة العاشرة تلخيص لقيمة أنك أنت تبقى تشتغل عشان طموح وتحقق وحقيقي بالعزيمة والجهد وأنك أنت تستكين وتقعد تتكلم في السفاسف وكأنها هي الكبائر فلا تصل لشيء ده بيت هايل جدا وعبقري جدا لبردو واحد عنده عبقرية الاقتباس لإنتقاء طبعا بينطقي وبيعرف على قدر أهل العزم تقتل عزائم يعني عايز يقول والله إنت إذا كنت جامد وعايز تحقق الجامد هتحقق طموحك ده زي ما قاله القسم الشابي إذا الشعب يوما أراد الحياة فلابد أن يستجيب القدر إنما المتنبي وهو بيقولك وتعظم في عين الصغير صغارها يعني اللي حيبق حلمه صغير هتبقى الحاجة الصغيرة في عينه كبيرة أو مش قادر يعملها والعكس اللي عنده طموح كبير مهما كان كبير هتصغر العملية قدامه لأنه حجمه طموحه كبير يعني خلي سقف تطلعاتك كبير على قدر ما تملكه من عزيمة هو ده ملخص الكلام عزيمتك قوية جبت التسعة قدت العشرة هو ده وده ما بيقولك تلخيص عبقري لحالة الأهلي لحالة الأهلي من راجل هو اسمه المتنبل لأنه كان يروح يقولهم أنا بتنبأ وده نفسه في ده صاحب البيت يعني كان له بيت شهير السيف الخيل والليل والسيف يعرفني والسيف والرمح والقرطاس والقلم فهو ماشي في صحرة ومعاه الغلام بتاعه فطلع عليه قطع طرق فهو حب يهرب حب يخلع من المواجهة فالغلام بتاعه قال لي يا سيدي ألست القائل الخيل والليل والبيداء تعرفني والسيف والرمح والقرطاس والقلم فالطر يقعد ويصرعهم ويتقتل فبقى ده البيت اللي قتل صاحبه اه اتدبس يعني اتدبس لا أسلو كان هو كمان هربان عشان كان حجاءه لكفور الاخشيدي حاكم مصر المهمة ده خلصة متنبي ده حدوت الواحد حدوت الواحد لكن هو ده عزيمة النادي الأهل يا جماعة وده القيمة الإنسانية والنموذج الرياضي السليم النقي الجميل اللي الأهل بيقدمه لكل حد عايز ينجح في الحياة ده نصيحة في الحياة نصيحة أهمة جدا ازاي تعظم طموحك وازاي تقاتل من أجل هدفك وازاي تركز في تحقيق أمانيك وأمنياتك هو ده النموذج اللي بيخل الأهل أكبر من مجرد نادل وأكثر من كونه فريق لأ انت بتتكلم في قيم إنسانية حياتية ملهمة لكل الناس ملهمة حتى للطالب اللي بيذاكر إزاي تقدر فعلا تحقق هدفك أو ترصد هدفك وتصمم وتصر على تحقيق والله يا أستاذ إبراهيم هذا النوع من الكلام هو المفيد اللي لازم نركز فيه بصراحة يعني ما يفيد المجتمع ما يفيد الناس كفاية بقى زهيئنا نوع منه وهي ده النموذج المهمة نجادل الصغائر التي نعظمها ونعدنا تجادل فيها يعني مش عارف نعمل ايه بنصغر عظيم ونعظم صغائر للأسف طيب في اطلالة سريعة كده على مشوار الأهلي في البطولة عشان نفكركم أما وقد وصلنا للمحطة الأخيرة في الدورل 32 لو تفتكروا الأهلي لعب سنديب 1-0 للأهلي في الزهاب و4-0 في العودة دخل الأهلي دور المجموعات كسب المريخ السوداني 3-0 كسب سمبة تنزاني فاز على الأهلي 1-0 في تنزانيا الأهلي تعادل مع فيتا كلاب 2-2 ورجع الأهلي فاز عليه 3-0 وتعادل للأهلي مع المريخ السودان 2-2 وكسب سمبة 1-0 في دور الثمانية الأهلي لعب سانداونز الجنوب الأفريقي كانت مبركة لكم فاكرنا وليها حساسيات كانت خاصة جدا لبيتسو موسماني الأهلي قدر يتفوق 2-0 ذهابا ويتعادل إيابا 1-1 في قبل النهائي استضم الأهلي بشقيقه التونسي العنيد العتيد كمان الترجي قدر الأهلي يفوز ذهابا 1-0 وفي العودة فاز الأهلي 3-0 تذكر وقت القرعة والناس عمالة تقول إحنا هنقابل يا الوداد يا الترجي يا أول نادي كسبناها لسا قليل الترجي لا مش قبل سانداونز وكان كل الناس عمالة تقول بلاش نبتدي بسانداونز خليهم يعني زي صفوا بعض وحد منهم يجل فتشاء الظروف أنك أنت تقابل سانداونز وإذا خسرت حتقابل الترجي وإنت كنت عادي تتجاوز المحطات دي تتفاديها بالترتيج وده يدلك على إيه كما قال وأكد مسؤوله الأهلي وأتذكر الكابتن ساد عبد الحفيز لأن نشاغل إليه بالمباراة القادمة واللي عايز يكسب البطولة حيقابل أي حد حتى أبيله حتى أبيله لا ده حتى بيتس موسمانك اللي هو مقولة الناس هي اللي المفروض تنشغل بإفادي موجهة الأهلي لا أنا ما بيحبش دي أنا بيحب التاني حب براحتك بس هو قالت لا معلش دي ما حبهاش ما حاش عايز حد أنشاغل بي أنا عايز أنشاغل بالناس عشان أقدر أكون أكثر جدي